تاني باشغل نمرة اتنين بقالي فترة واعتقد ان انا لو السؤال ده هيوديني الحتة بانانية شوية اقولك ليه ما بقتش نمرة واحد نتيجة لان انا ما عرفتش طبعا كل واحد شايف نفسه وحاجة كويسة بس عرف عني فعلا مش بقول كده للمجاملة ولا للتباهي ولا للمنظرة ولا عشان انا اقعد معاك ان انا راجل اسيرتف وما برداش بالباطل وبدفع عن وجهة نظري وده اخرني في كاريري شوية واستضمت بسي اوس كتير وبمديرين كتير والدليل على ده انا كنت اصغر دايركتر يمكن في الوطن العربي في سن تلاتين سنة او تسعة وعشرين سنة كنت دايركتر اوفريتيل في فودوف ودي يعني حاجة قوية جدا في السن ده وقفت عندها سبعة تمن يعني خدت الفترة اللي هي السهلة وده يمكن يدلل عليك انت بقولك ان الزنب وانت صغير بتبقى وليلا خدت الفترة السهلة اللي بتعتمد على كفاقتك وبتعتمد على ان ملكش سبونسر وملكش راعي اساسي او يتبناك وياخدك معاه ويكوشن يور كارير طول ما انت ماشي خدتها بسرعة جدا الفترة دي اوكي او وبعدين اتبطقت جدا لان كان مطلوب بقى الحاجات اللي انت بتتكلم عليها الكياسة الزايدة اللي اقرب الى المدهنة او الى التملق او اللي هي مش انت خالص يعني وبحاول اتملق بس بشغلي يعني اتملق بالريزالتس وتملق بالنتائج وتملق بالبرفورمانس بس وده افضل افضل انواع التملق بس عمره ما بيبقى جود اناف انه ياخدك للليار اللي بعد كده هل ده سواء كان نرجع لنفس الحاجة هل ده سواء كان السي او بتاعك اا اجنبي او مصري ينطبق على الاتنين ولا انت عندك لا انا اسف انا اسف على المقاطعة بس عشان الرد محشور في زوري ويمكن انا مستمع جيد وباستنك تخلص السؤال بس through all out my career المدير الاجنبي باستثناء واحد بس اا اقدر اقول اسمه طبعا اا حزم تولي راجل مصري كف اا كان في اتصالات يشغل منصب السي او اا بحس ان هو برضو شقها بدراعه وبالسيكولوجيك الكنتراكت اللي بينه وبين رؤساه من غير ما يعمل الحتة اللي فيها يعني لانا ما بحبش عاملها فعشان كده كنت بحترمه زائد بحبه وما كانش له الراعي الرئيسي وده من القلائل جدا اللي الكفاءة هي تبقى الراعي هي تبقى الراعي لان عمر ما كان اا اا والده مثلا رئيس مكسدر مش عارف فين اللي قال فلان يمشي ولا كان مديره السابق معاه في شركة كبيرة قبل كده فما بيعرفش يشتغل غير معاه فبالعكس راجل ايه اشتغل مع منافس وكبر وتطور وها ايه لما اخره لحد ما اوصل لمناصب قيادية موسيقى